اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نسأل الله تعالى ان لا يرينا في بلدنا ولا في مواطنين سوءا الحالات وصلت لوحد المستوى لمعمرنا شفناه البارح ما يقرب من عشرة لفذ لاصابات بالنسبة لمدينة تارينتا على سبيل المثال ايضا البارح ما يقرب من ثلثمية حالة وهو امر غير مسبوق اتكلموا الاطباء من اقادير مثلا لمستشفى الجهوي عمر وداروا المستشفى الميداني الاول اللي فيه اكثر من مئة سارير حتى هو عمر وتيجدوا الان تاني المستشفى ذي اللي نزقان عمر بالنسبة الولى التيما تكلمت به بالبارح وهو تيبكي بقلبه قبل عينيه انه تيدوز ما يقرب من مئة حالة في اليوم خمسين في المئة منها تطلع ايجابية وهذا وضع خطير جدا اسبابه كثيرة جدا ومن ضمنها اننا دوزنا مثلا العيد الكبير مرة اخرى بحال عام اللول واحنا تنأديوا التمن بكثرة تنقلات من جهة وبتهور المواطنين من جهة اخرى وهذا التهور تيبا من اوجه متعددة من ضمنها مثلا ان الحالات المسجلة في الايام الاخيرة يعني سبعين في المئة من مواليها ما تطلق حج رغم ان فيهم مولاد خمسين عام وستين عام وسبعين وسبعين عام وهذه كارتة تلقيح الحمد لله بلد فيها بلدنا مجهود وطلبات ورغبات وشرته بتمان ومحتوط المواطنين مجانا ومتيت تحمل المسؤولية حتى يمشي القحرس هذا تهرب من المسؤولية بل انه من ضمن من اصيب كثير من الشباب وبعضهم قد مات قد مات فعلا ونحن نخاف ان النماذج البشرية المصطفى الان في في المقاهي وفي الشواط وتبع بجلد هم اللي غدي يزيد يجلب كاريت اكبر من هدي اللي تنعيش وحنا للأسف الشديد ممسوقين بل انه البعض منا بقي طبعين اصحاب الخرايف اللي غارتي يتكلم لو غارتي يكتب عليكم لو غارتي يخلعكم وهذا كلام غير غير مسؤول معشر المواطنين والمواطنات اتقوا الله في وطنكم حتى إلا بغت الحكومة أن تعود تسد على الناس لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة لا تستطع لذلك سبيلا الاقتصاد غدا يموت الناس ما عندهم ما يكل يعني مصيبة كبيرة جدا اتقوا الله في وطنكم اتقوا الله في أنفسكم حتى شي واحد لا ما بعدش عن الموت كل مرء مصبح في آله والموت أدنى من شراك عليه اتقوا الله في والديكم شحال من واحد عايشين والديه وأمشا حتى جاب لهم البلاء وطلهم اتقوا الله في أولادكم قصنا الأخو الكرام من نسمع الموع نتعض من نسمع الناس تيحذر نخد الحيدر ديالنا والوسائر هي معروفة يلتزم الناس تباعد وبدل ما يلتزم به الناس يخلع نحن اللي تندخل الجمع وأبغونا أنه احتحنا نتزحم كما مزحم الناس في بقية الأماكن بدل ما يخذوا بالإيجاب تيدعو السلبي إذن التباعد هو جزء من الحل الالتزام بالقواعد الصحية يخص الإنسان لإديه ويستعمل قواعد النظافة وما يرتبط بها إذن الكمامة دياله تتبع بأقل ثمن بل إنها تتزع مجانا يحرص الإنسان على أنه يبتعد عن كل أماكن لإمكاني يسبب فيها الخطر لنفس ولا الغير وها نحن نحدر مرة أخرى على أبواب الكارثة نسأل الله السلام والعافية رحم الله امرأ سمع والتعذ فأخذ حذره وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وليه صحيح سلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين